مغامرة غير محسوبة النتائج هكذا تبدو صورة في الأوساط الروسية التي استفاقت في السادس من هذا الشهر على تواغل بري للقوات الأوكرانية في كورسك معززة بجحافلة من الأفراد وآليات الناتو لا تقل عن خطيئة كبرى اقترفتها كييف بالهجوم على الأراضي الروسية ويضيف الروس أنها تجاوزت كل الخطوط الحمر الغرب الأطلسي ينفي علمه بهذه الخطوة الأوكرانية وهو الغرب نفسه الذي لا طالما كرر أن دعمه العسكرية هدفه تمكين كييف من الدفاع عن نفسها فإذا بقوتها تقدم على الهجوم حاليا القوات الروسية رويدن رويدن تقوم بطرد القوات الأوكرانية من كورسك فلذلك أنا أعتقد أن في المطاف كل التنبوات حتى تقارير الغربية تقول هذا الهجوم قد يتحول إلى الكارثة بنسبة للجيش الأوكراني القوات الروسية أوقفت الاندفاع الأوكرانية التي يشبهها المراقبون بأسلوب قتال داعش أعداد كبيرة وأليات كثيرة وحركة سريعة تتضرب الأرقام بين وزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية ففي حين قالت كييف أنها تسيطر على 78 بلدة بمساحة 1000 كم مربع أفادت وزارة الدفاع الروسية بسيطرة القوات الأوكرانية على 28 بلدة ما يساوي 480 كم مربع بلا شك اختراق القوات الأوكرانية الأراضي الروسية له أسبب أولا كان يدافع عن تلك المنطقة جنود من الاحتياط غير مؤهلين جيدا للقتال فضلا عن حرس الحدود ولم يكن هناك خط دفاع ثان ولا ثالث ولم تكن حقول الألغام مغطاطا بالمدفعية وكان هناك عدد من الأخطاء غير المهنية هجوم كييف حمل عدة أهداف رئيسة أرادت كييف من خلاله أولا إظهار قدرتها بالحق ضرر بروسيا وخلق مشكلات كبيرة لها ما يمكن مموليها الغربيين من واصلة تقديم مساعدتهم من الأسلحة والذخائر والأموال والرفع معنويات الجيش إضافة إلى تعويض خسائر القوات الأوكرانية على الجبهة ومحاولة سيطرة على المواقع الاستراتيجية مثل محطة كورسك النووية لابتزاز روسيا بها ومقيضاتها بالأراضي التي تقع تحت سيطرة روسيا لاحقا إذا كان هذا نجاح مفاجئا لأوكرانيا فهو أيضا مفاجئ لروسيا على خط الجبهة وفي الداخل الروسي فهو احتدم نقاش حول الهجوم ومن يتحمل المسؤولية ترجمة نانسي قنقر